أهلا بكم بمناسبة الشهر المريمي الذي ينطلق في بداية شهر أيار من كل عام وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى جميع المؤمنين في العالم حيث يعبر كل مؤمن من خلاله عن محبته لوالدة الإله أمنا العذراء مريم فتتلى في هذا الشهر صلاة مسبحة الوردية وقال قداسته في رسالته فكرت أن أقترح على الجميع أن يكتشفوا في هذا الشهر جمال صلاة المسبحة الوردية في البيت حيث يمكن أن يتم ذلك عائليا أو فرديا لذا اختاروا أنتم الطريقة المناسبة بحسب ظروفكم واستفيدوا من كل الاحتمالين وختم البابا فرانسيس رسالته بالقول إن التأمل معا في وجه المسيح وقلب أمنا مريم سيجعلنا أكثر اتحادا كعائلة روحية وسيساعدنا على تجاوز هذه المحنة سأصلي من أجلكم وخاصة من أجل المتألمين وأنتم من فضلكم صلوا من أجلي أشكركم وأمنحكم بركة القلبية وخلافا لمعتاد عليه المسيحيون في المملكة في السنوات السابقة فقد احتفلوا هذا العام بالشهر المريمي في منازلهم بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم ورغم هذه الظروف الصعبة التي فرضت على الناس إلا أن رعية مارشربل المارونية في عمان أصرت على إقامة زياح العذراء في هذا الشهر في ساحة الكنيسة باقتصاره على الإكليروس هناك الذين احتفلوا بالقداديس الإلهية والصلوات والتراتيل لعذراء مريم والدة السيد المسيح وبعد الزياح توجه الأباء والشمامسة إلى الكنيسة حيث تليت صلوات الشهر المريمي بعدة لغات وفي عذة القداس أجر كاهن الرعية المونتينيور غازي خوري مقارنة كتابية بين إنجيل يوحنى وإنجيل لوقة بما يتعلق بظهورات الرب يسوع بعد القيامة وكيف ثبت الرب إيمان تلاميذه وشرحها لهم كل النبوءات عنه في العهد القديم وكيف تحققت بشخصه نحن اليوم بشهر المريم يا حبائي كل يوم نجتمع ونصلي الوردية خمس أبيات من الوردية خمسة درب عشرة خمسين مرة منصلي السلام عليك يا مريم هون اليوم حبيت إنه شدد على الصلاة الفردي ضمن الجماعة بمجرد أن أكون مع الجماعة وعمصلي مفروض نفس الوقت تكون لحالي عمصلي تجاه الرب يعني تخيلوا نحن اليوم عم نصلي السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة هي البشارة اللي بشر فيها ملك جبرائيل إنه هي بدها تكون أم الله أم المخلصة المنتظر ومن ثم أصبحت أم البشرية كل شخص بيقمي بالمسيح هي صارت أم لقلهم بالتالي بكرة وقت تصلوا الوردية وقت تقولوا السلام عليك يا مريم معرفوا إنه بمجرد ما تلفزوا أول كلمتين العذرة موجودة معكم تحميكم وتصلي معكم بشفعتها تكون هي ممثلة لألنا بملكوت الله أمين